عربت المديري العامة للأمن الوطني اليوم عن رفضها القاطع للاتهامة والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد السنة إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تسريبها خارج الإطار الرسمي وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعيتها هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل أحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية وأعرب المجلس في بلغ أمس رداً على الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إصداره لتقرير بشأن مزاعم بتعديب قد تكون لاحقة ببعض معتقالي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي للوثيقة ورفعاً لكل لبسين بخصوص هذا الأمر يضيف البلاغ فإن المجلس يؤكد أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استمتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين أو الخبراء المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم لتعذيب ترجمة نانسي قنقر